سأأخذكم إلى جهة أخرى مع ملاحظة أن التأريخ فيه ما فيه من هذه الوقائع التي أستطيع أن آتيكم بلقطات كثيرة منها لكن الوقت لا يكفي لذلك سأنقلكم إلى جهة أخرى إلى زمان قريب بالقياس إلى زمان النمرودي وزمان فرعون بالنسبة لنا سأأخذكم إلى ألمانيا سأأخذكم إلى فيلسوف ألماني من وجهة نظري هو الأكثر تأثيراً في بنية العقل العلمي العالمي في زماننا هذا فريدريك نيتشة والذي توفي في سنة ألف وتسعمية ميلادي في الشهر الثامن توفي في الشهر الثامن من سنة ألف وتسعمية للميلاد هذا الفيلسوف الذي اختلف في تشخيص عقيدته هل هو من الملحدين أم هو من المؤمنين من المؤمنين بوجود إله هذا هو المراد من المؤمنين هنا هل هو يعتقد بوجود إله في هذا الوجود أو أنه لا يعتقد بوجود إله في هذا الوجود أنا هنا لا أريد أن أناقش هذه الأقوال إنما هي لقطات من تاريخ جولة الباطل من خلالها نستشرف ما أشرت إليه من أن برنامج جولة الباطل يكاد أن يستنفذ أغراضه يكاد أن يستفرغ وسعه وطاقته خلاصة فلسفته خلاصة فلسفة نيتشا ملاحظة قد تكون مفيدة قبل أن أشير إلى خلاصة فلسفته من وجهة نظري أيضا وحين أقول من وجهة نظري فالقضية ليست مزاجية وإنما هو تحقيق وتحقيق طويل لكن بحسب ما أعتقد العقل العلمي العالمي في زماننا هذا في هذه اللحظة أعتقد أن أصول جذوره تنمى إلى أربعة إلى سقرات من قدماء فلاسفة الإغريق بحسب ما هو معروف توفي توفي قتلا لقد حكموا عليه أن يشرب السم سجنوه وحكموا عليه بهذا الحكم وأعدم بهذه الطريقة رفضا لآرائه ومعتقداته لا أريد أن أخوض في تعريخ هذا الفيلسوف سقرات توفي قتل بالسم سنة 399 قبل الميلاد من فلاسفة اليونان منهجه في التحقيق والبحث وإثارة الأسئلة من جميع الجهات وفي كل الطبقات والأهفاق في أي موضوع في أي قضية هذا هو الذي نجده الآن في طوايا العقل العلمي العالمي قلت هناك أربعة أولهم سقرات والثاني دارون صاحب نظرية التطور والذي توفي سنة 1882 ميلادي عبارتي كانت واضحة قلت من أن العقل العلمي العالمي جذور أصوله تنمى إلى هؤلاء الأربعة أهم ملمح في العقل العلمي العالمي فكر التطور وقد تركز هذا كثيرا بعد أن نشأ في الواقع العلمي المعاصر علم الجينو أنا لا أتحدث هنا عن صحة نظرية دارون أو عن عدم صحتها إنني أحدثكم عن العقل العلمي العالمي الذي يحكم الجوامع العلمية في زماننا هذا وتدرس الجامعات وفقا لضوابطه في كل أنحاء العالم أنا لا أتحدث عن شيء صحيح أو عن شيء ليس صحيحا ونظرية التطور في زماننا تختلف اختلافا شاسعا عن نظرية دارون العلماء يقولون الآن لو أن دارون رجع إلى الحياة لتعجب من نظرية التطور التي يؤمن بها علماء العصر خصوصا بعد أن أسسوا علم الجينوم واكتشفوا ما اكتشفوا من أسرار الكائنات الحية إن كان الإنسان أو سائر الحيوانات الأخرى هكذا علمونا من أن دارون يقول إن أصل الإنسان قرد في الحقيقة هو لا يقول هذا الكلام هو يقوله بطريقة أخرى أنا لا أريد أن أدافع عن نظريته لكنني أريد أن أخبركم من أن الذي علمنا إياه رجال الدين لم يكن صحيحا عودوا وقرأوا كتاب دارون كتابه أصل الأنواع لا يقول هكذا إنه يقول الكلام بنحو آخر ونظرية التطور في زماننا تختلف اختلافا كبيرا عن نظرية التطور التي جاء بها دارون مع ملاحظة أن دارون في نفس الكتاب يتحدث عن نظريته من أنها ليست كاملة إلى الحد الذي لا تثار عليها الإشكالات هو نفسه يثير إشكالات على نظريته ويرى نقصا في بحثه وكان يتأمل أن تتكامل نظريته في قادم أيام حياته حينما كان حيا أنا لا أريد أن أحدثكم عن هذه المطالب أتمنى أتمنى أن أجد وقتا كي أفتح لكم أبواب الثقافة هذه لكنني لا أجد وقتا لذلك وأرى الأولوية للحديث عن ظلامة فكر محمد وأهل محمد في واقعنا الشيعي لذا فإنني أطوي كشحا عن هذه المطالب المهمة جدا نظرية التطور الحديثة نجد فيها ما يساندها في حديث العترة الطاهرة أنا لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع هذا ما هو ببحث ولا هو بموضوع لكن ورود اسم نيتشا هنا هو الذي جعلني أتناول هذه المسألة على أي حال قلت هناك أربعة سقرات داروين والثالث نيتشا والرابع أينشتاين هؤلاء الأربعة إذا أردنا أن نحلل مبادئ العقل العلمي العالمي في زماننا فإن أصول هذه المبادئ تنمى إلى هؤلاء الأربعة أنا لا أنكر تأثير آخرين لكن من وجهة نظري أن العقل العلمي العالمي في زماننا ينمى إلى هؤلاء الأربعة نيتشا واحد منهم أعود إلى خلاصة فلسفته لن أدوخكم بالمصطلحات الفلسفية ولن أذهب بكم في شرح وبيان طويل وعريض ألخص لكم ما قاله نيتشا أولا توصل نيتشا إلى هذه الفكرة من أن الله قد مات وهذا واضح في أهم كتبه أهم كتاب من كتبه ويعد في أجواء الثقافة الفلسفية الغربية يعد قمة في الإبداع الأدبي والفلسفي كتابه هكذا تكلم زرادشت بعض المعلومات تنسبق وتنزلق على لساني وأنا لا أريد أن أحدثكم عن هذه التفاصيل وصل إلى هذه الفكرة من أن الله قد مات لهذا وصفوه بالإلحاد لكنني أفهم من كتبه من أنه يتحدث عن الإله الذي وجده في كتب الديانة اليهودية والمسيحية الذي أعتقده وأفهمه من كلامه هو هذا لأن المنطق هذا يتحدث به أنشتاين أيضا فأنشتاين يتحدث عن نوعين من الآلهة عن آلهة كتب الديانات وهو يهودي فلا يؤمن بها ويتحدث أنشتاينه عن إله العلم عن العقل العظيم الذي يدير هذا الكون وأنشأ وأنشأ هذا التصميم الهندسية الذكية الفائق بكل هذه الدقة المتناهية فهذا هو إله العلم كان يؤمن به وكان يكفر بالإله الذي جاء في كتب دينه في كتب دينه اليهودي من هنا كفره حاخامات اليهود ولكنهم أخفوا تكفيره بعد أن صار شخصية عالمية مرموقة في أجواء العلم والمعرفة من الطراز الأول فأخفوا فتاوى تكفيرهم كفروه حينما كان مغمورا في بداية نشأته العلمية العالمية على أي حال أنا لا أريد أن أحدثكم عن تأريخ هؤلاء فنيتشا وصل إلى هذه النتيجة من أن الله الذي في كتب الديانات قد مات لماذا؟ لأنه يراه إلها فاشلا ليس قادرا أن يدير حياة الإنسان على أحسن وجه ولذا نشأت عنده الفكرة الثانية فكرة الإنسان الإله فلابد أن يكون الإنسان إلها حتى يستطيع أن يدير شؤون الحياة على أحسن وجه فعالمنا فعالمنا بحاجة إلى الإنسان الإله ألا يذكركم هذا بما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم ألا يذكركم هذا بما جاء في دعاء شهر رجب عن إمام زماننا وهو يتحدث عن محمد وآل محمد لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك لا أريد أن أدافع عن نيتشا هذا الذي كما هو معروف عن تأريخه من أنه قد جن في آخر أيامه أصابه الجنون وقالوا من أن الجنون أصابه لشدة ذكائه ونبوغه لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل الجانبية فكرة السوبرمان هذه فكرة نيتشا من أن الكون بحاجة إلى سوبرمان هذا الرجل كان من عظماء علماء اللغة وكان أديبا من طراز عجيب وكان فيلسوفا موسوعيا وكان مؤرخا كان مؤرخا وممن تخصص في فلسفة التأريخ وكان موسيقيا بارعا كان يمتلك حزمة من المواهب والقدرات والقابليات الهائلة عقله تفتق ووصل إلى هذه النتيجة نحن بحاجة إلى إنسان إله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أنا لا أقول أن نيتشا يتحدث بهذا المنطق لكنه حين درس التأريخ وحين درس الله في كتب دينه فهو مسيحي والمسيحيون يدرسون كتب اليهود وكتبهم حين اطلع على الفلسفات المتنوعة وصل إلى هذه النتيجة من أن إله تلك الأديان قد مات إنه إله فاشل أتعلمون أن الإله في كتاب العهد القديم له زوجتان عاهرتان في الأرض ويتحدث معهما بأسلوب فحش من أنهما يشتهيان اللحم الطويلة لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل فإذا وجهت نظري إلى مثل هذه المطالب فإن الحلقة ستنتهي وما وصلت إلى مقصدي وأنا أحاول الإجاز والاختصار لكن في بعض الأحيان كما يقولون فإن الكلام يجر الكلام الإنسان الإله إنه الإنسان الكامل إنه الإنسان الأعظم إنه الإنسان الذي يمتلك ولاية تكوينية تخضع كل الأشياء لتلك الولاية بظواهر الأشياء وبواطنها بوجودها وعدمها بارتفاعها وانخفاضها بحياتها وموتها هذا هو السوبرمان هذه شخصية السوبرمان في الأفلام السينمائية أو في أفلام الكارتون أو في القصص المصورة للأطفال هذه الشخصية استقاها صناعها من فلسفة نيتشا من هذه الفكرة ولذا إذا شاهدتم وتابعتم هذه الأفلام السينمائية فإن سوبرمان يأتي من عالم خارج الأرض من عالم غيبي لم يكن قد نشأ وتولد من صلب إنسان على الأرض ولم يكن قد تولد من رحم إمرأة على الأرض جاء من عالم غيبي من عالم إلهي بحسب أساطير السينما أساطير الأفلام السينمائية وفي آخر هذه الأفلام ماذا يقولون يضعون هذا السؤال هل العالم بحاجة إلى سوبرمان فينتهي الفيلم بهذا الجواب نعم إن العالم بحاجة إلى سوبرمان هذه الفكرة كما قلت لكم في الأفلام السينمائية وفي أفلام الكارتون وفي القصص المصورة وفي الروايات التي كتبت ونسجت حول هذه الشخصية أخذت من فلسفة نيتشا فخلاصة فلسفة نيتشا من أن إله الأديان قد مات ولا بد لعالمنا من إنسان إله هذا الإنسان الإله هو الإنسان الفائق السوبرمان هتلر تأثر بهذه الفلسفة فنيتشا ألماني وهتلر ألماني أيضا وإن كانت أصوله أصوله التأريخية تعود إلى النمسا لا أريد أن أتحدث عن التأريخ فهتلر رمز ألماني معروف هتلر تأثر بفلسفة بفلسفة نيتشا وما اعتقده من تفوق العنصر الألماني تفوق العنصر الآري ما تبناه في فكره النازي جذوره تعود إلى فلسفة نيتشا فهل كان وليداً شرعياً لفلسفة نيتشا أم كان وليداً ليس شرعياً لفلسفة نيتشا المدافعون عن فلسفة نيتشا يقولون من أن هتلر كان وليداً غير شرعياً من فلسفة نيتشا أنه تأثر بها لكنه حرفها وترجمها إلى ما فعله في ألمانيا وما فعله في العالم والذين يصبون جام غضبهم على فلسفة نيتشا يقولون أن هتلر وليد شرعي من هذه الفلسفة أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل لكنني أقول من أن الفلسفة هنا قد استنفذت أغراضها وصلت إلى النهاية بغض النظر عن الإنسان الإلهي الذي يتحدث عنه نيتشا هل هو الإنسان الإله الذي تتحدث عنه الأديان أم هو كائن آخر أنا لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل لكنني سأذهب إلى فاصل مثل ما قلت لكم برنامج جولة الباطل فيه شق شيطاني وفيه شق إنساني وهذا الشق الإنساني يتحرك في نفس المسار الشيطاني جئتكم بالنمرود مثالا وبفرعون مثالا تلك أمثلة شيطانية صارخة تجلت في هؤلاء الآلهة الأغبياء الثولان حينما وصل الحديث إلى نيتش وفلسفته هذا شق إنساني في غاية البعد عن الله سبحانه وتعالى لكن الذكاء الإنسانية هو الذي تفتق عن هذه الأفكار فرفض إله الأديان واعتقد بموته يتحدث عن إله الدين اليهودي والدين المسيحي فهو يتحدث عن آلهة دينه الرجل كان لا دينيا لا يؤمن بالأديان حيث وجد أن آلهة دينه التي في كتبه الدينية آلهة ميتة ليست صالحة أن تدير شؤون العالم الذي كان يعيش فيه نيتش وكان يتأمل لهذا العالم أن يكون على حالة أخرى أن يكون في حالة أفضل في حالة تكون أكثر رقيا وسموا وتقدما لكن بالنتيجة هو جزء من برنامج جولة الباطل فهذه فلسفة عوراء تنظر بعين واحدة أو أنها فلسفة حولا ترى الشيء الشيء شيئين حيث تلتبس النتائج وإن كان يبدو شيء من الصحة في بعض جهاتها هذه لقطة من مسار فكر الإنسان الذي ذهب به هتلر وما جره من الويلات على العالم أجمع وصنع الخيال السينمائي ما صنع من شخصية السوبرمان لأجل أن يولد فكرا يبعد الأذهان والعقول عن الدين الصحيح أنا لا أريد أن أتهم أحدا هنا لا أريد أن أناقش أي موضوع فهذه الموضوعات إذا أردت أن أتحدث فيها لا بد أن أضعها على طاولتي كي أناقشها من جميع جهاتها وإلا فسيبقى الحديث حديثا أبتر وأنا لا أحب لأحاديثي أن تكون أحاديث بطر أحاديثي